اشتركوا في القناة 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 نحن تلميذان في الصفر الخامس طبيبتان هنا بتكلم عن مثنى مؤنث طبيبتان في المستشفى نحن طبيبتان في المستشفى يقول لي صل كل ضمير مخاطب بالكلمة المناسبة لها انت واعطيني انت وانتما وانتم وانتنا انت دي باستخدمها مع ايه باستخدمها مع المفرد المذكر انت مبديع طب انت باستخدمها مع المفرد المؤنث انت مبديعة انتما باستخدمها مع المثنى المذكر والمثنى المؤنث الاثنين باستخدم فيهم انتما يبا انتما مبديعان وانتما مبديعتان مثنى مذكر ومثنى مؤنث باستخدم فيهم انتما طب انتم للجمع يباقول انتم مبديعون انتم باستخدمها للجمع المذكر السالم انتنا باستخدمها للجمع المؤنث انتنا مبديعات يقول لي اكمل بكلمات تناسب ضمير الغائب في كل جملة ضمير الغائب حافظها اللي هي هو وهي وهما وهم وهن عايز كلمة تناسب ضمير الغائب هو مكتب متميز اقول لي هو طالب متميز هو دي باستخدمها مع المفرد المذكر هما باستخدمها مع المثنى المذكر والمثنى المؤنث هما طالبتان والمثنى المؤنث طالبتان متميز.... طاب هما باستخدمها للجمع هم متميزون هما طلاب هي طالبة هي باستخدمها مع المفرد المؤنث هي طالبة متميزة هما هما باستخدامها مع المثنى المذكر ومثنى المؤنس هما وكتب لمتميزان هم طالبان مثنى ومذكر زيادة الفنون هن جمع المؤنس السالم متميزات هن طالبات بيقول لي ضع دمير للغاد مكان الكلمة الملونة في الجملة كالمثال مكان الكلمة الملونة في الجملة كالمثال عندي الأمهات مثلياته ممكن أقول هن مثلياته بدل الأمهات سأكتب كلمة هن لأن هن سأستخدمها في جمع المؤنس السالم المثال الثاني المصريون يحبون وطنهم أصبح مسريون يتحدث عن جمع مذكر سالم يبا استخدم لهم هم يحبون وطنهم الولدان يجريان بسرعة قالت الولدان ده مثنى مثنى هو مثكر يستخدم أي آخر أداء مكانه هما هما دي بطيق stable المثنى المذكر ومع المثنى المؤنس هما يجريان بسرعة المؤمن يقول الحق دائما استخدم مكان المؤمن ده مفرد ومذكر يبا هو يقول الحق دائما العالمة تشتهد في ابحاثها العالمة بتكلم عن مفرد مؤنث يبها هي تشتهد في ابحاثها اللاعبتان ماهرتان لعبتان مثنى مؤنث يبهما اللاعبتان ماهرتان بقول هنا ضع دمير الغائب مرة أستخدم دمير الغائب مرة والمتكلم مرة أخرى واستخدم دمير المتكلم مرة اخرى مكان ايه مكان دمير المخاطب يعني حشل دمير المخاطب واحط مكانه متكلم واحط مكانه غائب عندي دمير المخاطب هنا كاتب لي انتما متعاونا بيتكلم عن مثنى عايز اجيب دميره الغائب مثنى يبقى اقول له هما في دمير الغائب متعاونا مفرد مذكر هما متعاونا ده مثنى مذكر وهما برضو تنفعلهم مثنى المهنس دم في المتكلم المتكلم المثنى بيستخدم نحن اقول نحن متعاونا انتم مخلصون انتم ده جمع جمع المذكر سالم استخدمي في الغائب هم مخلصون انهم بيستخدمها للجمع المذكر السالم دم في المتكلم هستخدم نحن مخلصون يقول لي اجعل الجملة التي للمثنى والجمع وغير ما يلزم الجملة المعادي هاجعلها مرة للجمع ومرة للمثنى وغير بقى فيها كاتب لي انت عالم مشتهد مسنى هتبقى ايه انتما استخدمها كضمير مخاطب للمثنى عالم هتبقى عالمان عشان ده مفرد مذكر هزواد له الف ونون تبقى عالمان يبقى كده مثنى مذكر مشتيد زواد له الف ونون تبقى مشتهدان انتما عالمان مجتهدان جمع هقول انتم ده ضمير مخاطب جمع عالم انتم علماء جمع عالم علماء مشتهد مشتهدون زواد له ونون انه جمع مذكر سالم انتم علماء مشتهدون هذا هو الكتاب المفيد عايزي خليه مثنى اقول هذان هو عشان تبقى مسنى هما الكتابة تبقى الكتابان زالت الف ونون لانه مسنى المفيد المفيدان هذان ده المبثنى ضبط نون هو اتبقى هما دي انتم علماء هو ده بيستخدم مع المفرض هما بتستخدم مع المثنى الكتاب زوادت ل الف ونون تبقى الكتابان المفيدة ده متجلت المفيدان تبقى خليها يا جام هقول ايه الكتاب ده جمع غير عاقل أو الهذه طيب هي هذه هي هي التي تستخدم مع المفرد المؤنث ومع جمع غير العاقل هذه هي الكتب المفيدة هذه هي الفتاة المنظمة هنخلها المثنى هنقول هاتان المثنى هما بدل هي هما هما بدأ مير عاقل لاستخدمونه في المثنى المذكر ومثنى المؤنث الفتاة تب الفتتان الفتتان المنظمة تب المنظمتان هزوى التاة والف ونون عشان دي مؤنث التاة دي فتحتها وزوى التاة الف ونون يبقى قلت في المسنى هاتان هما الفتتان المنظمتان المنظمة التاة دي فتحتها وزوى التاة الى الف ونون تب جم هؤلاء هم نجرمع بقى الفتاة المنظمة التاة دي فتاة المنظمات تمام بيقول لي مما سبق نتذكر أن أسماء الإشارة تدل على شخص أو شيء معين من خلال الإشارة إليه اسم الإشارة دا بيضل على شخص معين بشور عليه موجود معين يقول هذا هذه هذان هتان هؤلاء ضمير المتكلم اسم تدل على صاحب الكلام المتكلم نفسه يبقى ضمير المتكلم بيضل على صاحب الكلام نفسه اللي هو أنا اللي هو المتكلم نفسه أو نحن اللي بيتكلم باسم الجماعة دمائر المخاطب اسم تدل على من نتحدث إليه واحد بيتكلم إليه قدامي بشايفه دا بيدل عليه ضمير المخاطب أنت بكلم مفرد مذكر أنت بكلم مفرد مؤنث أنتما بكلم اتنين شخصين أنتما بكلم مجموعة أنتنا بكلم مجموعة من الإناث ضمائر الغائب اسم تدل على من نتحدث عنه بتكلم عن حد مش موجود معايا لهو هو باستخدمها مع المفرد المذكر هي باستخدمها مع المفرد المؤنث هما باستخدمها مع المثنى المذكر والمثنى المؤنس هم باستخدمها لجمء المذكر هن باستخدمها لجمء المؤنث الجملة وشبه الجملة أكمل الجدول التالي بحسب الكلمات الملونة كالمثال المعلمون ناشرون للخير المعلمون بينشروا الخير النوع ايه النوع دي جملة اسمية ليه جملة اسمية لان بدأت بألف ولام طيب السبب لان بدأت باسم المعلمون اللي هو ابتدى بألف ولام طيب يفرحوا الناجحوا بنجاحي يفرح دي فعل مضارق دي جملة فعلية بدأت بفعل يفرح نوافذوا كثيرة في الفصل كلمة في الفصل دي دي حرف جر وده اسم مجرور دي اسمها شبه جملة جر السبب ان هي جر ومجرور المعلم يتسامر دي جملة اسمية ليه جملة اسمية لان بدأت ألف ولام لكلمة المعلم او بدأت باسم دي بالاسم اللي هو ايه المعلم اذهبوا الى المدرسة صباحا انا بروح المدرسة صباحا صباحا ده ايه ده ظرف يبقى شبه جملة لما ظرف يبقى شبه جملة طب السبب ايه ان هو زرف سمان الطائرة فوق فوق دي الشجر ظرف برضي بشبه جملة نوع الجملة دي شبه جملة طب ده ظرف ايه ظرف مكان بيقول اكمل الجملة الاتية بالركن الناقص وحدده كالمثال الابو مهتم بابناه الابو مهتم بابناه دي خبر كلمة مهتم دي خبر طيب قاطينه نقط تأدو على المقعد نقط دي بحط كلمة جلسة جلسة دي ايه دي فعل فعل ماضي مشرقة ايه اللي مشرقة الشمس دي ايه دي مبتدأ كلمة دي مبتدأ الجو اليوم الجو اليوم ما له ممكن تقول جميل طب الجو جميل دي كده بيديت دي مبتدأ الجو الجو دي مبتدأ ايبا جميل دي خبر يسقط نقط شتاء يسقط المطر المطر دي فعل لاني يسقط دي فعل مضورة سر الحياة الماء سر الحياة الماء سر الحياة يبا دي مبتدأ اخط تحت شبه الجملة واحدد نوعه اذا كان جره مجرور او الظر في مكان او الظر في زمانة كالمثال العصفور داخل القفص العصفور جوه القفص كلمة داخل دي ايه بيضار في مكان صحوته من النوع من حرف جر والنوع اسم مجرور يبا دي جار ومجرور انطلق الحصانه كالسهم الكيف ده حرف جر والسهم اسم مجرور طيب يبا دي اكتبها جار ومجرور ما هو قال لي ده خط تحت شبه الجملة واحدد نوعه اذا كان جره مجرور او ظرف المكان او ظرف الزمان وسافروا عصرا عصرا ده الوقت اللي بسافر فيه دي هو شبه الجملة معنا ده ظرف ايه ظرف زمان انا بسافر في العصر اجتمع العاملون ساعة ساعة دي هي الشبه الجملة اجتمع العاملون ايه جد دي ساعة دي ظرف برضو زمان تدور الارض حول الشمس تدور الارض حول الشمس كلمة حول دي دي هي شبه الجملة ظرف مكان اللي مكان اللي بتدور في الارض هو حول الشمس بيقول لي مما سبق نتذكر ان الجملة الاسمية تبدأ باسم وتتكون من ركنين السين المبتدأ والخبر الجملة الاسمية تبدأ باسم وتتكون من ركنين السين هم المبتدأ والخبر الجملة الفعلية تبدأ بفعل وتتكون من ركنين السين هم من الفعل والفاعل شبه الجملة يتم به معنى الجملة وهو نوعان الجر والمجرور والظرف المكان والزمان اقرأ الفقرة التالية واكمل الجدول اشتركت فيروز في مصابقة الرسم ولكنها لم تفز فشعرت بالإحباط فقالت لها أمها يا فيروز لا تحزني فكل منا لديه موهبة تميزه عن غيري وأنت موهبة في تأليف القصص فعليك أن تهتم بموهبتك وتطويرها عايز الكلمات اللي فعل الاسم نجيب الاسم كلها كلمات الاسم بس كل حاجة حسب علامته يبدأ بال والتنوين والتنم مربوط ويسبق حرف جر تسبقها تتنين دقيقة طيب نشوف اسم يبدأ بال عندي كلمة الرسم في مصابقة الرسم بيبدأ بال دي اسم عايز تنوين نشوف كلمة اسم فيها تنوين موهي وأنتي موهوبة في تنوين بالضم التاء المربوطة كلمة التاء المربوطة مسابقة اسم يسبقه حرف جر كلمة تسبقها حرف جر في تأليف أداة نداء فيروز يا فيروز يا فيروز يا فيروز من كل جملة بالمطلوب بين القوسين محبان للعلم عايز دمير غائب محبان خلي بالك ديم وثنى دمير غائب هما محبان للعلم فراشات ملونة عايز اسمي إشارة دي فراشات دي ايه كلمة ايه كلمة كلمة جمع مؤنث اسمي إشارة استخدموه جمع مؤنث عقل ولا غير عقل ده غير عاقل اقول له هذه فراشات ملونة هؤلاء باستخدمها في الجمع العاقل هذي باستخدمها في جمع غير العاقل ذاهبون لمدرسة عايز دمير متكلم دمير متكلم استخدم دجم يبا اقول له نحن ذاهبون للمدرسة صديقة وفية عايز دمير مخاطب أنا بخاطب وحدة ست مؤنث يبا ايه دمير مخاطب أنت مفرد مؤنث يبا استخدم معها أنت صديقة وفية باحثات في التاريخ عايز اسم إشارة وباحثات دي دي جمع مؤنث باو أنتن اسم الإشارة يبا استخدمه هنا أنتن باحثات في التاريخ مسافر بالقطار مسافر ده مفرد مذكر عايز دمير متكلم دمير متكلم إبا أنا آزفتان مبدعتان عايز دمير مخاطب عايز دمير مخاطب عايز فتان دي مثنة مؤنث وعايز دمير مخاطب يبا أقول له أنتما عايز فتان مبدعتان تحب السباحة عايز دمير غاب تحبه بمبرد مؤنث تبا أقول هي تحب السباحة ضع خط تحت الفعل في كل جملة وحوله إلى النوعين الآخرين كالمثال رسمت منى لوحة رسمت دفاع ماضي أحولها إيه إلى فعل مضارق وفعل أمر أقول ارسمي دفاع لأمر ترسم دفاع مضارق صعد الإنسان من القمر صعد دفاع الماضي أحولها إلى الفعلين الآخرين أقول له اسعد دفاع أمر يصعد دفاع المضارق طيب يشرب مازن اللبن يشرب دفاع المضارق أقول شاربة دفاع الماضي اشرب دفاع أمر رتبي حجرتك دفاع الأمر كلمة رتبي دفاع أمر أحولها إيه وبكلم أنثى هقول رتبت دفاع لك ده ماضي بتاع بتاع تأنيس الساكنة رتبت وهقول ممكن ترتب دفاع المضارق يبقى رتبي دفاع الأمر انتهى بيه لأنه فعل أمر معنى رتبت دفاع الماضي يبقى رتبت ترتب دفاع المضارق قل الصدق دائما قل دفاع الأمر طيب أجيب فعل مضارق أقول له إيه قل الصدق دائما دفاع الأمر أجيب فعل مضارق أقول يقول طيب أجيب فعل ماضي قال كتابت مهد درس دفاع الماضي أجيب فعل مضارق أقول تكتب وعشان هي إيه عشان هي ممعنى طيب أجيب فعل أمر أقول أكتبي ضفتله إياها عشان هي ممعنى أجيب عن الأسئلة التي بجملة مفيدة ثم أبين نوعها أين تسكن بسألك المكان التي تسكن فيه فين أقول لي أسكن في القاهرة نوع الجملة بعدي اسمية لفعلية نوحة فعلية صيف السماء بيقولك الدين وصف للسماء هتقول لي مثلا السماء صافية الجملة جملة اسمية دي اسمية لأن بدأت بألف ولا يم ماذا يفعل الطبيب إيه اللي بيعمل الطبيب يفحص الطبيب المريض تبنوها الجملة إيه هنا جملة فعلية تبني فعلية لأن بدأت بفعل بيبدأ بي اللي هي من حروف أنايتو يفحص بيقول لي أكمل كل جملة بحرف جر وحرف عطف لتعطي معنى مفيدة هنكمل كل جملة بحرف جر أو حرف عطف عشان تุدي معنى مفيد وحب السفر القطار بهوحب السفر بالقطار نوض سقط الإناء على الأرض وعد على الأرض افضل حرف جر فندقا فعال أن اكسرا من الآ 2030 ا سي案状、 وعد على الأرض ارى القمر ارى القمر صف نصول قتاله ولنجوم التين بشاهرون مع بعضهم فهي السماء افضل مقالب نحن حرف جر شرط الملابس نوات الحبل على الحبل أنا حطيت الملابس على الحبل حرف جر نوات جمعتها ثم جمعتها سبتها شوية لغة المعينية تشفت ثم دي تتفيد الترتيب مع التراخ في فترة ذا معينية نشرتها الحبل بعدك سبتها شوية عشان تتشف بعدك كده لمدها نيز نوع الجملة مبينا ركنيها كالمثال أبحارة السفينة من الميناء أبحارة السفينة من الميناء أحبك أرجع شوية جملة فعلية أبحارة دي جملة فعلية منتقبلش عرف واللام أقول لأبحارة ناغ appliz الفعل ايه فيها فعل أبحارة ركني الثاني في الجملة السفينة طيب الماء نوعان عذب ومالح دي جملة اسمية لانتدت بألف والآice الركن الاول المبتدأ هو الماء والركن الثاني هو الخبر نوعان المحصول هذا العام وفير الجملة بدأت بألف ولام دي جملة اسمية طيب الركن الاول فيها ايه؟ المبتدأ في الجملة السانية الركن الاول المبتدأ اللي هي كلمة المحصول طيب الركن الساني وفير المحصول وفير اللي هو الخبر وفير يلعب الطفل بالقرة يلعب دي فعله مضارئ يبدي جملة فعلية الركن الاول في الجملة الفعلية اللي هو الفعل اللي هو كلمة يلعب طيب الركن الساني الفعل اللي هو كلمة الطفل هو من قام بالفعل تحول الماء الى ثلج الماء تحول الى ثلج تحول لفعلية جملة فعلية طيب الركن الاول فيها ايه؟ الفعل ديها كلمة تحول إيه اللي تحول الركن التاني في الجملة الفاعل اللي هو كلمة الماو كتاب العلوم شائق كتاب العلوم شائق ممكن نخليها الكتاب دي جملة اسمية عشان تعبير العليف واللام طيب الركن الأول فيها المبتدأ اللي هي كلمة كتاب تبروك نتاني اللي هو الخبر اللي هي كلمة شائق أكمل كل جملة بالمطلوب بين القوسين نحفظ الطعام عايش شبه جملة جر و مجرور يبا نحفظ الطعام في الثلاجة في حرف جر و الثلاجة اسم مجرور أجلس نقط أصدقائي عايش شبه جملة ظرف مكان أين أصدقائي أنا بقعد بينهم يشتد البرد عايش شبه جملة ظرف زمان شتاء عبر عن كل صورة حسب المطلوب فوقها هتعبر عن كل صورة حسب المطلوب فوقها هنا الصورة دي تلميس فرحان جدا كده دفاع الولد و دفاع و كده نقول خلاص لحصة النهاردة و انتظرونا في حصة جديدة والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر